تأتي هذه التصريحات قبيل محادثات بين وزير الدفاع الأمريكي العيد أستن مع نظيره الإسرائيلي في واشنطن لبحث قضايا أمنية إقليمية على رأسها ملف إيران والدعم العسكري الأمريكي لبلاده وتأتي زيارة جانس لواشنطن وسط خلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس وزرائه بنيمين نتنياهو الذي أعلن أن إسرائيل مستعدة لأن تدخل في خلاف مع حليفها الأمريكي من أجل ثني إيران عن تطوير سلاح نووي معنا من واشنطن مرسلنا أنس صبار إذن أنس يعني زيارة مهمة هذا الوفد العسكري الإسرائيلي في توقيت مهم بالنسبة لإسرائيل وأيضا بالنسبة لأمريكا ما هي أبرز النقاط التي ستبحث وأيضا حدثنا عن هذا الدعم الأمريكي المقرر لإسرائيل عسكريا بالفعل على الأقل عندما جاء هنا إلى وزارة الخارجية بني جانس تحدث مع بلينكين في عدة ملفات لكن بدأ واضحا أن وزير الخارجية الأمريكي يركز على الوضع الراهن وعلى ما هي عليه الأمور حاليا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تحدث عن الدعم لقطاع غزة وللفلسطينيين تحدث أيضا عن قال إن هناك طائفة كبيرة من الملفات على سبيل المثال من بينها ملف إيران النووي وكذلك الالتزام الأمريكي تجاه أمن إسرائيل وهذا ما ركز عليه أيضا بني جانس لكن بكل أحوال عندما يأتي وزير الدفاع إلى وزارة الخارجية الأمريكية فهو يأخذ الخطوط العريضة للعلاقة بين البلدين لكن التركيز على التفاصيل فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لإسرائيل سيكون مكثفا وبشكل موسع في وزارة الدفاع بعد ظهري هذا اليوم عندما يلتقي لويد أوستن مصادر أمريكية تتحدث عن أن الولايات المتحدة أو أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تقديم مشاعدات بقيمة مليار ومائتي مليون بعض المصادر تقول بأن الولايات المتحدة بالفعل وافقت على مائتي مليون لكن هذه المشاعدة وهي غير اعتيادية بخلاف ما تقدمها الولايات المتحدة سنويا لإسرائيل والمقدر بمليار وثمانمائة مليون سنويا سعليها أن تمر عبر الكونغرس وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى ضغوط وحشد من قبل سواء الإسرائيليين الذين يأتون إلى واشنطن أو حتى من قبل إدارة بايدن إذا ما وافقت على هذا الطلب وبدأت بتمرير الإجراءات وصولا إلى الكونغرس تمهيدا لإقرارها وتوفير هذه المساعدات وبالتالي فإن زيارة بني جانس بالنظر إلى ما يجري في إسرائيل وبالنظر إلى تصريحات بنيمي نتنياهو تبدو بالتأكيد عودة للسياسة الإسرائيلية التقليدية مع الولايات المتحدة كحريف وشريك وبدأ من الواضح أن إسرائيل لا تريد خسارة هذه الشراكة مثل ما قال نتنياهو أو هدد عندما تحدث قبل أيام شكرا جزيلا لأنسة صبر مرسلنا من واشنطن